لخبطة في أفكارك المفروض تقرين الدين المسيحي مرور تقرين الدين المسيحي أنا ما أحب أحد يقولي كذا حتى ما أحب خاص كل واحد تحرب دينها قدامني ما أذيتك اختار الديانة اللي ترتاح لها وخلي الناس يختارون الديانة اللي هم يرتاحون لها وانت هنا قضينا معها يا قلبي يا سمر قلب قلبي والله حبيبتي يا سمين هلابك يا عالم ما أنا بنتكلم عن الدين لأنه إذا أنتم تقولون تتكلمون عن أمور دينية أنتم تذهبوا عند ناس أهل لهذا الموضوع يعني تجون عندي تبوني تتكلم عن الأمور الدينية ليش؟ منزين المحتوى حقي عشان نقعد نصالف عن الأمور الدينية خلاص يا أخي غيروا الموضوع ممكن تسألتوني بس هو وفتحنا موضوع كامل عن الدين الإسلامي وعن الديانات الأخرى خلاص يا أخي تبون تتكلمون أنتم تحسون أن هذا المواضيع مرة تجذبكم تجذبكم بتلاقون حسابات كثيرة تتكلم عن هذا الموضوع مو حسابي مو حساباتك طيب وش بعد عندكم من سوالف؟ هلا والله يا آدم شكراً يا الأمير سعد وين حاس حالك مرتاح في دولة عربية أحسن ولا أمريكا أنا أشوف أنك دولة أجنبية تكون مرتاحة أكثر لأن دولة عربية نتكلم بصدقة هنا بأمريكا لا أحد يقدر يتعرض لك دامك ما سويت غلط قانوني لا أحد يتعرض لك لكن دولة عربية كل يوم نلاقي مشهور مسجون كل يوم نلاقي مشهور مسجون وش السبب؟ أصور سناب وش السبب؟ أصور تيك توك السجون العربية حسة صارتها تربعها مشاهير فأنا من وجهة نظري وتبقى وجهة نظري إن إذا أنت محتواك شوية يعني ممكن يكون حساس أو مؤذي لبعض العادات والتقاليد أفضل لك أنك تكون مشهور في دولة أجنبية وليس في دولة عربية وخصوصا إذا أنت كنت مؤثر عربي يا نوشي الحمد لله مع أني تراتوني أكلت عس كريم بس إنه لا الحمد لله ماشي على الدايت وملتزنا لأن واحدة تقول لحطة فلر لأن أسنانك ليش كاي يعني كاي يبين هو الأسنان ما تبين وحدة تقول أنت حطة فلر أسنانك اللي فوق ما تبين أول ما عمري شفت واحد يتكلم وأسنانك اللي فوق تبين ما أدري ما أدري يا ما أمري لاحظت صراحة ما أدري أحسن غريب أبقلكم نكتع على طار العس كريمات عس كريم في واحد طلب أبو راح راح عند أبو آيس كريم قال أبو يا أبو العس كريمات العس كريمات تعرفوا الزابة العس كريم؟ العس كريمات قال أبو من العس كريم اللي مات؟ كريمات العس كريمات أدري أنها سخيفة بس جاتك بالي لازم نشارككم كل شيء حتى الصخافات نحن أنكم Debbie لا السنون واللثة تبين من يبتسمون ما أيضا لسنانية حتى صفاه ما بينما السدجة تبين ابق보 أنا نصف سنتي مكسورة هيا هذه السنة انكسرت رحت مع واحدة من صاحباتي بعد المدرسة وطلعنا فوق السطوح وكان فيها سلم والله وسحبنا السلم وققق وكسر لدرسي فلما اتكلم ذيبان كنن سنة واحدة ادركة بس ايه حاولت اصحح حاولت اسوي لك بس ترتيب شوي بس بس خفت انها تصير ايش يقولون انها حساسة لان لما تبردون اسنانكم هذه اسناني الحقيقية فلما تبردون اسنانكم مره كثير تصير الاسنان مره حساسة فعشان كيان كنت خايفة اني ابردها كثير بس بردتها شي مره بسيط لانه كانت الكسرة مره واضحة بس الحين لا ممكن سؤال شلون عشتي في امريكا انت وعلى عيالك والله عادة زي ما انت تعيش في بلدك تقدر تعيش في بلد ثاني ترى ترى الله ترى الله وفرق الانسان عن الحيوان ان الانسان عنده عقل يقدر يتأقلم على اي مكان يعيش فيه يعني تلاقي الانسان اللي انرمى مثلا في غابة تلاقي صار يتعامل مع الغابة الانسان لما يروح في مكان بارد تلاقي صار يتعامل في المكان الباردي يبني لمكان دافي ولع النار يسوي هذه الاشياء الانسان يقدر يتأقلم في اي عيشة كانت فهمتوني؟ فهذا هو الفرق بين بين الانسان والحيوان بعض الحيوانات اذا نقلتها يعني الحيوانات اللي تعيش في اماكن باردة تنقلها لمكان حار بتموت لكن انت كانسان تقدر تعيش في مكان حار في مكان بارد في مكان كل خرابة في مكان مرتب منمق كل مكان لان عندك خاصية التأقلم كيف نحفتي بدي انحف عشرة كيلو؟ كيتو سوي كيتو لمدة شهر واحد بس سوي كيتو اضغطي على نفسك كل مرة واحدة في اليوم كثري بروتين وكل ما تجوعين اشرب بموية كذا على الريق اقطع الكربوهايدرات اللي هي الروز المكارونا الخوبز ولا الشي تاكلين كل ما جعتي أسلقي لك بيض أسلقي لا تقلينا وأقبل عيف ذا البيض ريحة تفساك بتصير معفنة بس اتس اوكي نصدقين النتيجة ممتازة 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 ممتازة